السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم عبدالله الأحمد طبعا هذا المقطع الخامس من دورة احتراف برنامج كيوت كت في المقاطع اللي فاتت تتعلمنا كيف رح نعدل على الفيديو على الصور على النص تقريبا صرنا نعرف جميع أساسيات البرنامج اللي هي خيارات التعديل على جميع العناصر اللي هي فيديو وصور نص ومقطع صوت طيب اليوم رح نتعلم كيف رح نضيف مقطع صوت على المشروع أو على الفيديو كيف رح نعدل بمدة مقطع الصوت مثلا نخليه 15 ثانية 20 ثانية ونفس الشي على الصور كيف رح نمدد الصورة مثلا الصورة أول ما ننزلها رح تكون مثلا ثانيتين كيف رح نخليها 20 ثانية 15 ثانية وبنفس الوقت على الفيديو وعلى النص طيب مثل ما قلنا دائما عشان نضيف عنصر جديد رح نروح على خيارة زائد الموجود على اليسار رح تيجينا جميع الخيارات ورح نختار منها أول شي رح نختار كيف رح نضيف مقطع صوت على المشروع أول شي خلونا نضيف صورة بس عشان نسوي مشروع سريع رح نضيف صورة من الستيديو رح نختار أي صورة مثلا أنا عنديها صورة طيب مثل ما تشوفوا الصورة عندي شكلها مربع مو على كامل الشاشة عشان خليها على كامل الشاشة مثل ما قلنا في المقاطع اللي فاتت عشان نعدل بالصورة أو أي عنصر رح نضغط عليه ضغطين طبعا رح نضغط ضغطتين في شريط في شريط الصورة الموجود تحت مو على الصورة اللي هي على الشاشة مجرد ما نضغط ضغطتين رح تيجينا خيارات تعديل الصورة طبعا هاي الخيارات كلها شرحناها في المقاطع اللي فاتت لو ما شفت المقاطع اللي فاتت شوفها عشان تعرف جميعها الخيارات طيب ما رح نحتاجها الخيارات مجرد ما نضغط على الصورة مرتين رح يصير عندنا إطار حول الصورة لو تلاحظوا صار عندنا دوائر على زوايا الصورة ومربعات في جميع جهات الصورة يعني رح نقدر نعدل على حجم الصورة طيب اللي عليك عشان خلي الصورة على مقاس الشاشة رح نسوي زوم على الصورة اللي هي موجودة على الشاشة مثل ما تشوفوا مجرد ما نسوي زوم بإصبعين راح تكبر الصورة عندنا وتصير على مقاس الشاشة ولو سوينا بالعكس اللي هو زوم بالعكس كأنك يعني قائد تكبر صورة راح تصغر عندنا الصورة طيب خلينا نخلي الصورة على مقاس الشاشة راح نكبرها حتى تصير عندنا على مقاس الشاشة طيب في عندنا خيار مهم دايما نسوي لو كبرته صورة أو فيديو راح تضغط ضغطتين بسرعة على الصورة اللي على الشاشة راح يجينا هالخيار اللي هو حفاظ على نسبة العرض والارتفاع طبعا هالخيار اللي هو رح يحافظ لك على نسبة العرض والارتفاع فمثلا اكبرنا الصورة بالغلط خلونا نكبرها بالغلط مثلا خلينا نأخذ مثال رح نسحب الصورة من تحت leuk مثل ما تشوفوا صارت عندنا الصورة كانها مشوهة مو بحجمها الاصلي فعشان نخلي الصورة بحجمها الاصلي رح نضغط ضغطيتين بسرعة رح يجينا خيار الحفاظ على نسبة العرض والفيديو رح تصير عندنا الصورة بحجمها الاصلي فرح نكبر نخليه على كامل الشاشة وبعدا رح نضغط ضغطتين رح يجينا الخيار رح نضغط عليه رح يحفظنا على نسبة العرض والارتفاع طبعا الخيار موجود في الخيارات الموجودة تحت بس اختصار للوقت يعني تقدر تضغط ضغطتين طبعا هذا الخيار اللي هو قبل الأخير طيب خلونا يضبط حجم الصورة بالضبط على مقاس الشاشة خلونا نرفع شاشة العرض شوي لفوق طبعا عشان ترفعها رح تسحب اي مكان من شاشة العرض لفوق رح تظهر معنا شوي شاشة العرض طيب مثل ما شوفوا عندنا الصورة مددتها تقريبا ثانيتين عشان مدد الصورة مثلا عندنا نخليه 15 ثاني 10 ثواني طيب خلونا نشوف اول شي وين الثواني عندنا رح نضغط على الصح الموجود في الزاوية مثل ما تلاحظوا عندنا ارقام فوق اللي هو 5 ثواني 10 ثواني طبعا نفس الطريقة رح نطبقها على النص وعلى الفيديو على جميع العناصر رح نضغط ضغطتين على العنصر مثلا هنا عندي صورة رح نضغط ضغطتين عليها رح يجينا خيار في اول الصورة وفي اخر الصورة اللي هي دائر باللون لاسود رح حط لكم عليها علامة وفيها نقطة بيضة لو ضغطنا عليها وسحبنا لليمين رح تتمدل عندنا الصورة فمثلا رح نخليها 15 ثانية مثل ما شوفوا صارت عندنا الصورة مددتها 15 ثانية نفس الشي رح نطبق نفس الطريقة على الفيديو وعلى الناس طيب ضفنا صورة وخليناها بمقاس الشاشة وخلينا مددتها 15 ثانية خلينا نضيف عليها مقاطع صوت نفس الشي رح نضغط على الصح الموجود في الزاوية تحت ورح نيجي على الخيار اللي هو علامة الزائد في الخيارات اللي عندنا في عندنا خيار مقطع صوت طبعا هذا الخيار ممكن يكون في الجيالكسي مختلف عن الاي فون لكن في الاي فون لو ضغطنا عليه رح تيجينا هي مقاطع جاهزة في البرنامج أو نختار الموسيقى الموجودة عندنا في الاي فون اللي هو الخيار اللي في الوسط اللي هو الآيبود طبعاً أغلبنا ما عندنا موسيقى في الآيفون فالطريقة الأسهل أنه نأخذ المقطع الصوت من مقطع فيديو رح نضغط على خيار الغال موجود في الزاوية و رح نرد نضغط على علامة الزائد و رح نختار خيار اللي هو مقطع فيديو أول خيار من خيار مقطع فيديو رح نختار مقطع الفيديو و نأخذ الصوت لمقطع الفيديو فمثلاً أنا عندي هالمقطع اللي هو آخر التصميم نتزلته في الانستغرام في مقطع صوت فعشان ناخذ الصوت الموجود في الفيديو في عندنا خيارين تحت صوتيات فقط وكلمة اختر اللي هي بالزاوية طبعا الصوتيات فقط مفصولة عن كلمة اختر فعشان ناخذ الصوت الموجود في الفيديو فقط رح نضغط على خيار الصوتيات فقط مثل ما تشوفوا ضافنا مقطع الصوت عندنا على المشروع لو نلاحظ ما ضافنا الصوت في بداية المشروع طبعا رح تسألوني ليش لو تشوفوا هالخيار اللي هو الخط اللي باللون الأزرق لو خلينا مثلا عند 20 ثانية ولو ضغطنا على خيار الزاعد عشان نضيف عنصر جديد مثلا خلينا نضيف نص مثل ما تشوفوا رح يضيفنا الناس من بعد الخط الأزرق عشان نضيف العنصر من بداية المشروع رح نخلي اللي هو الخط الأزرق في بداية المشروع طبعا في طريقة ثانية أنه نضغط على المقطع الصوت ونطول حتى يصير باللون الأصفر ونسحب آخر شي حتى يصير في بداية المشروع طيب لو نلاحظ مقطع الصوت عندنا مدته 50 ثانية والصورة اللي عندنا 10 ثانية كيف رح نخلي مقطع الصوت بنفس المدة الى مدة الصورة قلت مقل16 طبعا في عندنا طريقين الطريقة العادية لو نضغط ضغطتين على مقطع الصوت الطبعا شخيارات سيأتي الى نفس خيارات отдليد idee طبعا الخيارات تايم styl because i wasn't too much she mas have not sevenтов طبعا شخيار والانتقالات الخيار الانتقالات cheунд sy is een åtta thor طبعا علشان خلي مقطع الصوت على مدة الصورة رح نسحب الخط اللي هو باللون الازرق حتى نخليه على 15 ثانية ورح نضغط على خيار المقص اللي هو رح يسوينا انقسام للمقطع رح يصير عنده المقطع الصوت لجزئين الجزئ اللي على اليمين ما رح نحتاجه طيب هالطريقة اللي هي الطريقة العادية طبعا فيه طريقة احترافية اللي هي رح يخلي لك مقطع الصوت بالضبط على مقاس مدة الصورة خلونا نضغط على السهم الموجود في زاوي اللي هو قلنا رح يسوينا رجوع للمشروع ونجي على الطريقة الاحترافية اللي هي رح نخلي مقاس الصوت بنفس مقاس الصورة بالضبط اول شي رح نضغط على الصورة ضغطتين مثل ما قلنا في خيار الدائرة السودة اللي في اخر الصورة اللي هي في النقطة بيضة رح احط لكم علامة عليها رح نضغط الضغط عليها مجرد ما نضغط الضغط عليها رح يصير عندنا اللي هو الخط الازرق في نهاية الصورة بالضبط بس يصير عندنا الخط الازرق في نهاية الصورة بالضبط رح نضغط على الصح اللي موجود في الزاوية من بعدها رح نضغط على مقطع الصوت ضغطتين ورح نضغط على خيار المقص اللي هو رح يسوينا انقسام للصورة طبعا المقطع اللي على يمين اللي سوينا القطع ما رح نحتاجه فيه طريقتين انه نحذفه فيه طريقة الاولى اللي هي رح نضغط ضغطتين عليه طبعا رح تيجينا الخيارات اللي هي خيارات تعديل طبعا الخيارات الاربع الاولى اللي هي الصح وتكرار وقطع وحذف طبعا هاي اساسية في جميع العناصر مقطع صوت فيديو ونص اساسية في كل العناصر فخيار الحذف اللي هو سلط المحذفات رح يهذفينه هالجزء طبعا فيه طريقة ثانية مختصرة لطريقة الحذف خلونا نتعلمه رح نرجع المقطع اللي هذفناه عن طريق السهم الموجود في الزاوية الطريقة الثانية اللي هي نضغط على المقطع ونطول حتى يصير لونه باللون الأصفر رح يجينا خيارين تحت اللي هو تكرار وحذف لو ضغطنا على حذف او سحبنا المقطع على سلط المحذفات رح ينهذف معنا مقطع الصوت بسرعة طبعا هاي الطريقة مختصرة طيب مثل ما تشوفوا اليوم اتعلمنا كيف رح نمدد مثلا الصورة مقطع الصوت او الفيديو طبعا الطريقة نفسة على جميع العناصر فمثلا خلونا نضيف نص رح نخلي الخط الازرق في بداية المشروع ورح نيجي على خيار زائد ونختار خيار نص حتى نضيف نص من بعدها رح نضغط على كلمة تم الموجودة في الزاوية طيب مثل ما تشوفوا نفس الشي رح يخلينا الناس مدته ثانيتين تقريبا رح نضغط على هالخيار له اخر خيار الناس اللي هي الدائرة السودة اللي فيها نقطة بيضة رح نخليها مثلا 15 ثانية طبعا مثل ما قلت في الطريقة الثانية اللي رح نخليه بالضبط نفس مقاس الصورة او مقطع الصوت رح نمدد الناس نخليه مثلا 20 ثانية بعدها رح نضغط على الصورة او مقطع الصوت لانهم صاروا نفس المدة فمثلا رح نضغط ضغطتين على مقطع الصوت خلينا نضغط أول شي صح بعدها رح نضغط ضغطتين على مقطع الصوت ورح نضغط على خيار اللي هي الدائرة السودة اللي فيها نقطة بيضة ضغطة رح يصير عندنا الخط الأزرق بالضبط على نهاية مقطع الصوت من بعدها رح نضغط على صح حتى نخفي الخيارات من بعدها رح نضغط ضغطتين على النص حتى نخليه بنفس مقاس الصور و بنفس مقاس الصوت مثل ما قلنا دائما عشان نسوي قطع للعنصر رح نضغط على خيار المقاس رح يقص لنا يا لجزئين الجزء الثاني ما رح نحتاجه رح نضغط عليه ونطول ونسحب العسلة المحذوفات طبعا ممكن تحسوا الطريقة شوي معقدة لكن هي سهلة مع التكرار رح تشوفوها سهلة طبعا في نقطة مهمة حبيت تذكركم فيها يا ريت اي شرح تشوفوه او اي مقطع تشوفوه يا ريت تروح تدخل البرنامج كيوت كتب والطبق ونفس الشرح او خلو ما يقول لكم كيفيه الله قول لي بسرعة هذا هو الشرح انشاء الله تكونوا استفدت واتمنى تنشروا المقاطع في كل مكان ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وفمان الله